ازاي اكو عاملين ايه يا رب تكونوا بخير لسه العيال بتهرب من التطعيم وإحنا صغيرين كنا أطفال برضو يعني مش عارفين قيمة التطعيم الإجباري كنا وإحنا أطفال نروح المدرسة ففيه دايما يبقى فيها نقول لك مثلا ايه يا جماعة النهاردة يوم التطعيم فطبعا باعتبرنا أطفال في أولى ابتدائي أظن حاجة زي كده ولا تانية ابتدائي عاوزين نزوغ يعني مش عاوزين شكة الإبرة بالوقت وإحنا بنكبر عارفنا الإيمة الحقيقية بتاعة التطعيم الإجباري بالمناسبة مصر من الدول الأوليلة جدا اللي لسه موجودة في العالم بتعمل حملات التطعيم الإجباري وبالمناسبة الجيد قوي إنه حملات التطعيم في مصر مش بس لسه موجودة لا هي بقت موجودة وبواتيرة أكثر دقة ليه؟ إحنا أصبح فيه عندنا داتابيز عندنا خرائط كبيرة جدا أو بيانات قواعد بيانات ضخمة جدا لكل حاجة تقريبا وأنا أظن وصحيحنا في ذلك طبعا يعني الأطباء ووزارة الصحة وما إلى ذلك أنا أظن إن فيه جزء كبير جدا من قدراتنا المناعية تجاه الموجة الأولى والتانية والتالتة والربعة اللي حصلوا بتوع الكورونا إن إحنا كنا متعامين ضد حاجات كتير إجباريا مش مطروكة للاختيار وبالتالي الجسم كانت مناعته كبيرة مش بس عشان كورونا يعني هاي المسألة بالمناسبة إحنا ما طعمناش أكيد كورونا وإحنا أطفال لكن مناعت جسمك عالية الكورونا كانت جزء من اللي بتعمله إيه لو تفتكره بتخفض من معدل ومستوى المناعة في جسمك فتبقى عرضة للإصابة بأمراض أخرى لو للتطعيم الإجباري ده كان زمانا هيبقى حالنا زي دول كبيرة في أوروبا كان يبقى حالنا زي الولايات المتحدة الأمريكية لو تفتكروا الموجة الأولى للكورونا عملت إيه في العالم بفضل ربنا سبحانه وتعالى والجهد المستمر ربنا حمانا طيب بقول الكلام ده علشان إحنا بدأنا في إطلاق الحاملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بشتى محافظات الجمهورية خلوني بقى للمزيد من الإطلاع وأيضا للفهم ناخد معانا على التليفون دكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور إزاي الصحة كله تمام الحمد لله أنا كنت بقول أنه احنا نعرف التطعيم الإجباري من وانا طفل صغير وكانوا عيال كتير معنا في المدرسة يبقوا عايزين يهربوا من التطعيم إلا أن احنا بالوقت وبالسن قدرنا نفهم أهمية هذه التطعيمات وحتى في وقت الكورونا اكتشفنا أن لو لا حملات التطعيم الإجبارية دي كانت هتبقى مناعتنا في الأرض فنصب أمراض أخرى على خلفية الكورونا صح ولا إيه؟ يعني فمما لا شك فيه أما التطعيم هي من أهم الوسائل الوقائية ضد الإصابة بالأمراض خليني أمثل التطعيم لحياة جزي كده المناورات التي تقوم بها الجيوش استعدادا للحرب فكأن الفيروس هو ده الحرب اللي بيقودها الفيروس أو الفيروسات التنفسية على جسم الإنسان أو أي نوع من الفيروسات الجسم من خلال التطعيم بيعمل المناورات والتدريبات عشان يبقى دائما جاهز ومستعد لأي محاولات للتعامل مع أو لغزو هذا الجسم من خلال الفيروسات لا شك طبعا أنه لما يبقى الإنسان مناعة وضعيفة فبيبقى عرضة الإصابة بأشكال متعددة من الفيروسات لما النهاردة باخر التطعيم ضد الفيلوانز باخر التطعيم ضد شلال الأصال باخر التطعيم ضد الحصبة كل ده بيؤمن جبهات ضد أنواع معينة من الفيروسات فلما يبقى عندي كل الجبهات مفتوحة تختلف عما يبقى عندي جبهة واحدة لفيروس جديد اسم الكوفر حلو جدا التطعيم اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي ده تطعيم إن شاء الله الأطفال وما ظنش إن ده حقا مش كده؟ ده بيبقى زي أطرة في البقى كده ده تطعيم فموي الحملة هتستمر كم يوم يا دكتور؟ الحملة من النهاردة بدأت النهاردة وهتستمر ليوم 14 إن شاء الله 4 آية عظيم جدا دي بتبقى على عموم الجمهورية يا دكتور حسين؟ آه دي في كل المحافظات نستهدف بيها ما يقرب من 16 مليون طفل من سن يوم إلى سن خمس سنوات من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية طيب أنا كنت بقول زمان علشان نستهدف 16 مليون في 4 أيام ده كان فيه شبه استحالة دلوقتي مع وجود قواعد بيانات محدثة أظن اللي 4 أيام ممكن يبقوا كافيينه مش كده ولا إيه؟ آه الحقيقة واللي هي مش أول مرة يعني الحمد لله بقينا بمطلق الحملة دي آآ سنويا آآ يا إما مرة وأحيانا المرتين والحمد لله يعني الحمد لله يعني اللي بنا نتمكن من تحقيق آآ أكتر من 99% من المستهدف في ظل الأربعة أيام يمكن أحيانا بنحتاج يوم أو يومين لكن عمرنا ما بنزيد عن كده بسبب وجود آآ قواعد بيانات واضحة جدا سواء من خلال آآ الربط بشهادة الميلاد والربط بآآ الرقم القومي والحقيقة ده اللي فهل الكثير من حياتنا في الفترات الأخيرة آآ مع برضو الرابط دي المسح اللي عملناه من أكبر المصحات على مستوى العالم في حملة السيد الرئيس أو في مبادرة السيد الرئيس ميت مليون صحة أو الكشف المبكر عن فيروسي والأمراض غير السارية السمنة والضغط والسوق هل لازالت مجموعة التطعيمات الإجبارية بتاعت زمان موجودة شل الأطفال والسولاسي والدارن والسعال الديكي والحاجات دي؟ ما زالته بل على العكس في حاجات بالزيد يعني فيروس بي مثلا من ضمن الحاجات اللي زادت وبيتم الآن دراسة إضافة تطعيمات أخرى لأنه مع التطور الطبي ومع الفيروسات أيضا بتتطور وبتحاول أن هي لأننا في حربة مستمرة ما بين أن الفيروس عايز يعيش ونحن نريد أن نحيا حياة صحية سليمة فبيب فيه تطور وتغير ولهذا أيضا تتطور برنامج التطعيمات بيتطور مع تطور العلم والطب والأبحاث ومع اختلاف أنواع الفيروسات المكتشفة صحيح طبعا أنا مشكورة جدا دكتور نورتنا وشرفتنا كمجارة العادة كل الشكر دكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان بالمناسبة لو خدتوا بالكو في المشاهد اللي احنا كنا بنعرضها من هذا يعني زي التقرير كده في أجانب موجودين أهوه بص أهوه أجانب واضح بين أوي يعني مش مجرد ناس بلوندات يعني شؤرة واضح أنهم أجانب زي ما قال دكتور حسام بالزبط الحملة بتستهدف كل المصريين وأي رعية أجنبية موجودة على الأراضي المصرية بالمناسبة انتخدتوا بالكو أنه احنا يمكن عادة المزيع بيبدأ يتكلم في شوية حاجات أو خواطر أحيانا أو زي ما بقول لكم بتفك معاكم بكلمتين احنا هنروح نشوف تقرير بس أنا عايز قبل التقرير فعلا أفطفض معاكم حبة يعني أو نفطفض مع بعضينا في حاجة مهمة قوي لازم تبقى عارفها ساعات بيبقى الوعي طازة فرش وساعات الوعي بيقدم طيب إيه الفرق ما بين الطازة واللي مش طازة الجديد والقديم الجديد دايما حاضر زهنك دايما متقد مخك شغال حاجة لما بتقدم بتتنسي كده وبيبقى سهل لأنه العبث بالعقول لأنه قدم يعني إيه؟ يعني من قبل تلاتين ستة والمصريين كلهم بيهتفوا ضد الإخوان ونظام الإخوان ويسقط يسقط حكم المرشد وجد تلاتين ستة وثلاثة سبعة وبعدين انتخابات الرئاس والمصريين وعيهم طازة أي محاولات للتشنيع أو إطلاق الشائعات كان المصريين هم لوحدهم مش مستنين للإعلام ولا أي حاجة هم لوحدهم يتصدوا لهذه الشائعات بمنتهى القوة ومنتهى الزكاء ومنتهى الشرصة وكت تشوف حمالات كده يعملها الناس يقول لك خلي بالك ده بيقولوا كذا بس ده مش حقيقي ده أنا نزلت بنفسي وصورت بالتليفون وشفت كذا وعملت كذا وكلام من ده وكانت أي محاولة لضرب حماسك وإيمانك وقناعتك باللي انت عملته بثلاثين ستة كانت تبوء بفشل زريع استحالة يقول لك بصوا ده مش عارف هيحصل إيه إيه طيب الوعي قدم فالناس مع قدم الوعي بيبدأوا شوية ما يبقاش في عندهم يقول لك إيه اللياقة عارف اللياقة البدنية فأنت بطلت رياضة حبتين فالياقتك قلت هي نفس القصة اللياقة الوعي الوعيوية ده يبقى المصطلح السليم بتاع دون هزر لا اللياقة الوعيوية مش التوعيوية التوعيوية بتاعتنا احنا بقى احنا يبقى عندنا لياقة توعيوية ان انا ابقى طول الوقت قاعد عمال بحاول أفهمك وأشرح لك دي لياقة التوعيوية حضرتك قدرتك على الاستيعاب وأنك تكون واعيا هي وعيوية الله يرحمه الدكتور صلاح فضل الله يرحمه يا رب فالياقة الوعيوية عندنا انا اظنها بعافية حبتين فيبقى في مساحة للشك وللتشكك والقلق والاهتزاز مع ان المسألة مش كده خالص شوف احنا وضعنا في كل حاجة يوم تلاتين ستة الفين وطلاتاشر أوحش ألف مرة من وضعنا واحنا وقفيني النهاردة أوحش بكتير بلد خرجة عملياً أو دخلة عملياً على حالة حرب وبدأت الحرب على الإرهاب المسلحين في سينة مش عارف على الحدود مع ليبيا على الحدود مع السودان فصائل مسلحة ميليشيات ناس بتتحرك أحياناً في الشوارع جمعات نارية بتحصل يمشوا يضربوا نار على الناس سكان شرع رمسيس والجلاء يفجر حاجة مش عارف فين في سكندرية لا ده النهار ده مريضة في سعيد ألحى إحرق الكنائز في الصعيد أعمل كذا في كردق وهكذا والمصرين كانوا في منتهى السبات وفي منتهى الزكاة لا زالوا في منتهى الزكاة بس هو اللياقة الوعيوية بعافية حبتين دلوقتي لأنه قبل كده كان كله واحد وكله شايف الهدف وشايف النقطة اللي احنا نوصلها احنا خلصنا من حكم الأخوان وعندنا معركة كبيرة جداً حتى نتخلص من اللي تسبب فيه الأخوان للأسف في سنة في سنة بوزوا الدنيا لما تيجي تشوف دلوقتي أنتو بجد مستوعبين أنه لو جبنا انتو شعف دي دي تيجي إزاي مصر أفتران بيفور قبل وبعد مصر يوم تلاتين ست لا بعد تلاتين ستة بأسبوع شكل الشوارع في أي مدينة في أي محافظة في أي قرية وشكل الشوارع النهاردة لو احنا بنتكلم بلاش؟ بلاش الشوارع تعال نشوف البنية الصناعية المصرية كلها على بعضها زمان ودلوقتي بلاش؟ حاضر تعال نشوف الحجم الاستثماري الأجنبي وقت بعد أسبوع عشر تيام حلوة شهر من تلاتين ستة ودلوقتي حجم التدفقات الاستثمارية بلاش؟ طيب تعال نشوف عدد الجامعات في مصر سنة 2013 ودلوقتي بلاش؟ حاضر تعال نشوف عدد المدارس في مصر 2013 ودلوقتي بلاش؟ حاضر تعال نشوف عدد المستشفيات من 2013 ودلوقتي حتى دي بلاش؟ حاضر طيب بلاش كل ده بقى؟ تعال نشوف لا 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 مش البنية الأساسية وضع التكنولوجيا بنيت مصر التكنولوجية ما نعلمه ونتحدث فيه دائما البنية الرقمية مصر الرقمية 2013 ودلوقتي كل ده بلاش؟ طيب دي بقولك على كل حاجة تقريبا يعني صحة بقولك تعليم بقولك تعليم عالي وبحث علمي بقولك تكنولوجيا والتصالات بقولك التدفقات استثمارية بقولك صناعة بقولك الرقعة الزراعية دي سهلة دي تعال نشوف كده بقى فيه صور الأقمار الصناعية ما ديجي مشوف صور الأقمار الصناعية مصر رقعتها الزراعية لحد 2013 كان شكلها ايه ورقعتها الزراعية دلوقتي عاملة ازاي؟ لأ لسه هنوعب بقى نقول الله ترع لأ احنا كمان هنتكلم عن البحيرات معقول الكلام ده جماعة أو نتكلم على أوضاع الناس أوضاع الصيادين في مصر أو حقوق العمال في مصر العمال زمان وانا صغير كان فيه عملة اسمها الخمس قروش ورق أو فضة فكانت العملة الخمس قروش دي كنت أحبها قوي علشان كان عليها صورة حلوة بحبها جدا عامل وفلاح كنت أحبها قوي لا والله مش علشان تربيت يا سرين بحبها كانت لوحة كده بالنسبة لي بحبها جدا مهم فشوف حق العمال عمل إزاي أو وضع العمال طيب بلاش شوف وضع الفلاح والمزارع المصر الثلاثتاشر ودلوقتي أنا مش هعملك المقارنة خالص ولا هديلك الأرقام أنا عايزك بعد إذنك عزيزي المواطن سيدي المواطن انفق من وقتك ربع ساعة بس مش نص ومش تلت ربع ساعة اكتب كده الرقعة الزراعية في مصر عام 2013 الرقعة الزراعية في مصر عام 22 وهكذا بقى حط عليها التعليم مدارس مستشفيات الأخير في حد هيجي يقولك طبيعي ما هو من 2013 لحب النهاردة عدى كم سنة عدى 8 ولا 9 سنين فطبيعي ان العدد يزيد لا شوف الوتيرة بتاعة زيادة كل شيء والتساعه وقرنه حتى بكل 32 سنة لقبل 2013 شوف الوتيرة بتاعة الصعودة عاملة زي المنحنات تعالى يعني تقدر برده سهلا ربع ساعة تانية كده تروح كاتب ايه مثلا ايه المستشفيات في مصر 1980 عدد المستشفيات في مصر سنة 2013 فهتشوف انت من سنة 80 لسنة 2013 فيه كم مستشفى في مصر وخد ده وروح جايبها بقى من 13 ل22 فيه كم؟ على اي صعيد تريده على اي شكل تحبه اي شكل شوف انت عايزها ازاي طيب ليه بنتكلم في القصة دي؟ او ليه بقولك انا فعلا عايز اتفكر معاكم بكلمتين؟ انطلاقا من انه الرضا لمن يرضى انا مش بقولك الدنيا حلوة وبنبي ونحن جميعا نمشي في شوارعنا نرفل في الحرير وخطواتنا على نجيل اخضر مرمي عليه ورد وفل لا انا بقولك بس شوف اللي حصل من وقت ما قمنا بثورة 36 حتى هذه اللحظة مش بقولك حتى من 14 يا اخي ده من 36 بدأنا نشتغل الله انت بتتهزي ليه؟ يعني ليه تخلي شوية قلضيش يخدوك يفسحوك ويرجعوك تامي وساعات ما بترجعش ليه؟ علشان الايه؟ علشان مضغوط مفهوم بس علشان الوعي ادم ادم ما هواش طازة لا ده احنا لازم نفكر مع بعض بصوت عالي بقى فعلا مش هزار يا اخي على الصعيد السياسي وحضراتكم شواخدين بالكم احنا كان وضعنا ايه؟ بالنسبة لقرتنا الام افريقيا ده احنا كان فضل شوية لو حد لو كلمنا حد في التلفوه ما يردش علينا يا اخي بلاش هو تاني هو انت فاكر عمليا بلاش دي يا راجل اتفاقات وحاجات كبيرة كانت شيء وبقت شيء سيادتك بجد على الارض مفهومة يا راجل انا مش هقولك انه اه اربعتاشر مدينة او اربعتاشر مدينة كبرى من الجيل الرابع دون ان ندخل في تفاصيل وان كانت حتى منشوة ممكن لو سمحت تكتب ابو ايري الجديدة على جوجل اكتب بس كده علشان تعرف انت واصلت الحد فين علشان تعرف انت واصلت الحد فين لا ده انا عايزك تحاول ان استطعت انك تشوف الجماعة بتوع بلاد بره اجانب راجل خواجة من اوروبا ولا من امريكا والله العظيم انا شفت فيديوهات بيتكلموا على حاجات في مصر بطريقة وبأسلوب مبهر بديع الناس تكاد تكون عندها حالة انبهار كامل باللي بيحصل في مصر انبهار كامل تعرف يعني ايه بلد اسمه مصر فيه تقريبا ستين في المية من شعبه عايشين في الارياف في مرحلة ما قبل التاريخ ما قبل التاريخ ناس عايشة في بيوت منطين اللبن طبني ومعندهاش اسقف ويوم ما ربنا يكرمه بيجيب عرقين خشب ويمد عليهم مش هم مع علشان يقي اولاده المطر واحيانا حر الصيف مصر اللي علمت العالم ولسه بتعلمه مصر اللي الحد اللحظة اللي احنا فيها ولادها بيبنوا دول ومجتمعات برا حوالينا مصر اللي ولادها اخترعوا الواي فاي ده على سبيل المثال كده واخترعوا الفيمتو ثانية وعندهم اكبر عالم روباطيكس في العالم مصر مصر اللي عندها ابن بيعمل في المانيا عمليات على الركبة بالهولوجرام والمصحف انا معرفت استوعد مصر تعيش كده فتتعامل حاجة اسمها حياة كريمة بس انت ساعات كده قعد افكر اقول اخي على البني ادم اللي بيستكتر نعمة ربنا عليه تجيلك النعمة كده الحد عندك من كترها ما بتاخدش بالك تعرفين اكي عاملة زي اه جماعة عاملة بالزبط كده زي اثرنا ومعالمنا وتراصنا الحضاري والتاريخي العظيم محناش حاسين بيه محناش حاسين تيجي كده تلاقي واحد معدي وكاتب احمد بيحب مونة على سبيل من الاسبلة المملوكية انت مش حاسس بقيمة المبنى ده خالص مش عارف انه كل بلوك حجر فيه يتقل بالدهب بالمعنى الحرفي بالدهب تبقى ماشي كده في حتة وبتاع مش عارف ايه فتكعبل في تمثال فرعوني وتروح قاعد مريح عليه كده وتقعد تتأمل غروب الشمس يابا دماء تبتعمل ايه ده جزء بس من الصورة عشان تبقى فاهم بقرب هالك احنا من كتر اللي عندنا مش حاسين بيه من كتر الكنوز دي محناش حاسين خد بقى وقيسه وضعه على قوالب اخرى كل اللي بيحصل محناش حاسين ليه نكد نكون زي اللي مستكتر النعمة على نفسه يا جدعان يا اهل الله يا اهل مصر يعارف انت الراجل ما نادي بتعزي يا اهل مصر المحروصة اللي بيحصل في بلدك رهيب مزهل عظيم الدنيا برا بتتكلم عليه حس بقيمة اللي بيحصل في بلدك ما بقولكش عشان اي حاجة في الدنيا عشان انت بس تنمس تريح حبة وتبقى عندك امل ويقين بان بكرة احسن بكتير لانه مبارح كان اقل من النهاردة واول كان اقل اوعى تستسلم في فكرة ايه كنا بنجيب بقولك ايه بقى اللي اطلع يقولك وقصد كنت بجيب الخروط بخمسة ساغ قل له هاتلي قطيع كان فين ده لو بتكلمني عن من 120 سنة كانت الخمسة ساغ برضو خمسة ساغ يعني كان رقم وانت فكرة كانت سهلة ما يقولك ده انا كنت بعشرين جنيه مرتبي كان في المصلحة عشرين جنيه يا عم العشرين جنيه دي كانت مهر ست الهوانم وانت قاعد كنت بتاخد العشرين جنيه كانوا قليلين خالص خالص ويسيبك من البلهاء اللي بيعودوا يحطوا حاجات على تيك تاك وفيسبوك ومش عارف ايه قولك ومصر ايام الملكية او الله زي ما تشوفت قالك ايه شاف كنا هتقل ايه شاف القرش بتلتمين دولار حاجات هابل امتى والنبي الله يخليه طب خد مني عشرة ساغ قرش ايه اللي بتلتمين دولار انت مش فهمين حاجة بصراحة الناس اللي بتكتب الكلاح حاضر زماية اللي عمين يقولي يا الله والنبي الحلقة هتخلص ما انا مش قادر انا ببقوق بصراحة لما لقى ناس تقولي اصل يا با احنا من اصل ايه اللي حصل كل ده ايه اللي حصل يا دين النبي ده حصل وحصل وحصل على كل خلونا الاول نشوف التقرير هل نكمل والله بس بعد التقرير نشوف التقرير ده على اطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل اطفال في عموم الجمهورية للمصريين وللاجانب اللي احنا شايفين اطلطوا بنتوا طعامها بقى في ساكونيا يعني شوفوا التقرير والفصل ونرجع نكمل الكلام طبعا مرض شلل الاطفال مرض قاسي جدا على الاسرة وعلى المجتمع وعلى الشخص طبعا اللي بيصاب بهذا ومصر نجحت من خلال تاريخها انها تتخلص من هذا المرض في 2006 وتعلن خالية من المرض بعد تسجيل اخر حالة في 2004 منذ هذا التاريخ الحقيق ومش كفاية ان احنا بس نعلن خالية من مرض شلل الاطفال ولكن المهمة المتابعة والحفاظ على خلوة مصر من هذا الفيروس ومن هنا كانت حاملات الكبيرة اللي بتدمي على مدار السنوات الماضية حتى نستطيع ان احنا نطمئن على عدم موجود اي حالات احنا كمان عندنا وحدة رصد بيئي منتشر على كل محافظات الجمهورية ويمكن مصر من الدول المتقدمة جدا في عملية الطب الوقائي والرصد البيئي لحالات الامراض بشكل عام وايضا ان شاء الله الاطفال بشكل خاص احنا بتكلم على تعاون كبير جدا مع منظمات دولية زي منظمة اليونساف اللي موجود ممثل منظمة في القاهرة او في مصر معايا النهاردة ومن خلال تقديم المنظمة لعشرين مليون نسخة او عشرين من جرعة للتطعيم احنا مستهدفين في الحملة اللي احنا بتتكلم فيها النهاردة دي اكتر من واحد واثنين وستين مليون طفل نبدأ الحملة بتجهيزاتنا كلها ببقى عندنا كل الطعوم اللي تكفي المنطقة كلها والمناطق المجورة لنا بنحفظ الطعوم في الفريزر عشان شاء الاطفال بنحفظ في الفريزر وحداك زي ما انت شايفة بقى التجهيزات وعلى استعداد وكل الماكن بتبقى عندها فكرة وبندي خلفية نفيه تطعيمه قبل التطعيمات ما تبدأ بشهر تقريبا منبقى عارفين معادة الحملة بنبدأ ننبه على كل الاطفال اللي بيجوا التعامل التطعيم الروتيني وبنعرفهم ان فيه حملة عشان كل يبقى مستعد ليه بالنسبة للتوعية احنا عندنا طبعا فيه دور جامل جدا للثقافة الصحية بتتعامل ندوات كتير جدا للأمهات وللأولياء الأمور في حتة كتير سواء جامعات أهلية سواء جوى المركز نفسه الناس اللي جاعة تتلقى الخدمة بتعمل لهم ندوات في حتة كتير جدا في التضامن الاجتماعي كلام من ده بتعامل ندوات كتير جدا والعربية بتاعت الثقافة بتمشي قبل الحملة بتلت أربعة أيام كمان تبضل تعمل بالإعلان وبالميكروفون علشان ناس كلها تبقى عندها فكرة ان احنا هنبتدي يوم ايه وهتقعد قد ايه والكلام ده كله قبل الحملة بأسبوع بيتم الإعلان عن الحملة بالبوسترز اللي حريك شايفاها وبتوعية على الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي كلها بيتم تجهيز سلسلة التبريد لحفظ الطعوم بصورة سليمة في الفريزر لازم بتتم من درجة حرارة مينس خمسة وعشرين وبنتأكد ان عدد الآيس باكس المحطوطة في الكلام عشان الفرق المتحركة لازم تبقى بالعدد المناسب اللي تسمح بحفظ الطعوم لفترة طويلة بدون ما يتأثر الكفاءة بتاعته مهم جدا جدا يمكن احنا كمان هنا في القاهرة يعني الاعلانات والدعاية اكتر بكتير لكن اكيد برضو في القرى يعني في الاماكن التانية يعني بيبقوا محتاجين دعاية اكتر من كده بس انا عارفة ان هي بتتوفر في الاماكن غير القاهرة الحملة سمعت عنها من اربعة ايام كان فيه كذا اعلان مكتوب فقريته فعرفت ان من يوم الحد يوم خمستاشر فيه تطعيم لغة يوم الخميس فانا النهار دي جيت اطعامه وكان برضو بالمرة هكشف له عشان سخن شوي طب انا عندي خبرين احلى من بعض بصراحة ويعني خلونا الاول نبدأ بالتعاون المشترك اللي ما بين وزارة الاوقاف وما بين وزارة التعليم العالي طيب هيتعاونوا في ايه؟ هيتعاونوا في تطوير اكاديمية الاوقاف الدولية طيب ده معنائي قبل ما يبقى ده معنائي لازم نطرح سؤال ايه هي اكاديمية الاوقاف الدولية خلونا الاول نرحب بدكتور ايمن ابو عمر وكيل وزارة الاوقاف لشؤون الدعوة اهلا بيك دكتور اهلا بحضرتك يوسف ايه الاخبار كله تمام الحمد لله خير ونعم يا رب دايما الاول احنا لازم نعرف ايه هي اكاديمية الاوقاف الدولية دكتور ايمن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والوعزات ده صرح نفخر ونشرف بأنه موجود على أرض مصر ونفخر ونشرف بأنه تابع لوزارة الأوقاف المصرية حقيقة الأكاديمية معنية بتدريب الأئمة والوعزات ودي كانت البداية أئمة ووعزات وزارة الأوقاف والحقيقة بدأت الأكاديمية تنطلق في الدورات التدريبية إلى مستوى عالمي أصبح عندنا ناس بيجلنا دعوات من دول خارجية لتدريب الأئمة وتدريب الوعظات جلنا وفود من السودان جلنا وفود قبل كده من الهند كان مجموعة متميزة جدا من أساد زيت ورؤساء وعمداء الجامعات وكلاء الجامعات من دولة الهند دلوقتي وأنا بكلم حضرتك عندنا وفد من وزارة الشؤون الإسلامية في دولة الجزائر وفد على أعلى مستوى من وكلاء الوزارة وأئمة المساجد الكبرى من دولة الجزائر بيخضعوا لدورة تدريبية متقدمة في الجانب الدعوي وفي جانب إدارة الوقف يعني من الجوانب الإدارية ومن الجوانب الدعوية وده كان يعني اللي بيحصل ده من الدورات التدريبية ده كان سبب التوجيهات اللي يعني تم تكليف بها من سيادة الرئيس وشرفنا بأن يعني يكون سيادته على يعني تواصل دائم بكل ما هو معني بتجديد الخطاب الديني ومن أهم المحاور المعنية بتجديد الخطاب الديني التدريب فمن هنا جات الفكرة بتاعت تطوير الأكاديمية يبقى لها أداء أعلى وشكل متطور بصورة أكبر علشان نقدر نستقبل الناس اللي يحبوا يلتحقوا بالأكاديمية مش من الداخل بس من الداخل والخارج وده كان أساس الاجتماع النهاردة بين معالي وزير الأوقاف ومعالي وزير التعليم العالي عايزين بقى نشوف الأكاديمية تنطلق انطلاقة عالمية كبيرة عايزين الأكاديمية تتحول لصرحة نقدر ناخد منه بقى دبلومة خاصة دبلومة عامة الدارس فيها يوصل لمرحلة الماجستير يبقى مهيئ بعد كده أنه هو يكون باحث دكتوراه على أساس ان احنا بنقول ان كل المعنيين بالشأن الديني يعني هي تفتح أبوابها بس يوسف مش بس للأئمة والوعيزات بقى في المرحلة القادمة لكل المعنيين بالشأن الديني يدرس دراسة تأصيلية دراسة عصرية دراسة يكون من شأنان الناس تاقف على حقائق الأمور ومستجدات العصر في ضوء الحفاظ على ثوابت الشارع ودايما بنأكد على الجزئية دي ودايما يعني سيادة الرئيس بيأكد عليها تجديد الخطاب الديني في ضوء الحفاظ على ثوابت العصر يبقى احنا بنتكلم بقى مش هيبقى بس الدراسة شرعية بس يعني متكلم عن دراسة يعني توصل بالإمام أو الواعظة أو توصل بالمعني بدراسة الشأن الديني لدرجة ان يكون قائد فكر قائد فكر في المكان اللي هو فيه في المكتبع اللي هو فيه يعني اقدر اقول انه احنا عاوزين نوصلها ده تساؤل عاوزين نوصلها إلى انه يبقى هناك أو هناك كباحثين من كل بقاع الأرض ييجوا علشان يدرسوا هنا كباحثين بصرف النظر عن امتهانهم الدعوة أو غيره يعني عاوز يبقى مهنته هي الدعوة دي قصة مش عاوز وعاوز يعمل دراسات في هذه الشؤون من فقه وشريعة وفقه مقارن وفلسفة اسلامية وما إلى ذلك يقدر يروح على اكاديمية الأوقاف الدولية بالفعل كده انا هأهله انه هو يكون باحث جيد هأهله انه هو يكون صاحب فكر وسطي مستنير هأهله انه هو يكون قادر على انه يغوص في بطون الكتب في أمهات الكتب ويقدر يستخرج القواعد والأصول التي بان عليها الفقهاء آراءهم وأفكارهم ويطباقها بما يتناسب مع الواقع اللي احنا بنعيش فيه وهو ده عين التجديد ده أصل التجديد السؤال اللي محدش هيسأله غيري يا دكتور أين متعودين منك على كده لا خالص والله بس انا عارف ان فعلا ما فيش حد هيسأله غيري ممكن بالكتير يسأله براهيم عيس او اظن اكيد هيسأله براهيم عيس انا الاكاديمية دي الالتحاق بيها حكرا على المسلمين ولا اي ديانة في الدنيا اي حد عاوز يجي يدرس ويتعلم هنقوله اهلا وسهلا ما هو برضو ده جزء من ما نطلق عليه جميعا تجديد الخطاب الديني احنا عايزين الناس تتعلم انا مش بقوله انت هتطلع داعية ولا هتيجي عندي وتخرج مسلم عاوز تتعلم انت اللي جايلي برجليك اهلا وسهلا تعالى تلقى العلم وتبحر فيه ولا ايه عايز اقول لحضرتك انت كانك يعني بتقرأ فكر وزارة الاوقاف وزارة الاوقاف منفاتحة على العالم كله احنا عملنا في الثمان سنوات الماضية عشر مؤتمرات دولية لا لا الله يحفظك شكرا 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 احنا عملنا عشر مؤتمرات دولية العشر مؤتمرات دولية دي كان بيشارك فيها ناس من ديانات اخرى يعني من جميع الدول من ديانات اخرى بتبقى حاضرة ومشاركة معنا احنا بنقول انسانية بنطبق كلام ربنا ومش كلام حد تاني ربنا اللي قال لنا يا ايها الناس وانا خلقناكم من ذكر وانسى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا في الارض دي قاله وانشأكم من الارض واستعمركم فيها ربنا سبحانه وتعالى اللي قال لنا كل الناس لها الدين بتاعها لكن الحساب عند ربنا احنا مش بنحسب بعض في الدنيا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكم دينكم واليدين لا اكراها في الدين وبعدين بيقول بقى الامر للحساب عنده سبحانه وتعالى مش في الدنيا لما نروح له ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون عندنا يوسف اصدارات لأول مرة ترجمة لمعاني القرآن ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم عندنا باللغة الارضية عندنا باللغة اليونانية عندنا بالهوسة وقريب جدا زي ما اعلن معاني الوزير عندنا هيصدر ترجمة معاني القرآن باللغة العبرية فده بقول لحضرتك احنا منفاتحين على العالم كله ومدين ايدينا بالسعار في العالم كله اصلا دي هيبقالها دلالة كبيرة اوي 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 في العالم يا دكتور ايمن وحضرتك سيد العارفين فلما النهاردة اقول ان انا هيبقى فيه عندي في الاكاديمية او اكاديمية الاوقاف الدولية طلبة جايلي من شطة بقاع الارض من كل انحاء البسيطة بصرف النظر عن دينهم وجاي عاوز يعمل عندي ديبلوما او رسالة ماجستير او رسالة دكتوراه في العلوم بتاعتنا كشريعة اسلامية على اختلاف انواعها وتفرعاتها ده احنا بنعمل اكبر رسالة توجه للعالم على جدية تجديد الخطاب الديني في مصر صحيح واحنا بنقول يعني كأننا بنقول للناس اسمعوا مننا ما تسمعش عننا صح اسمع اسمع الدين الاسلامي من اهل الدين الوسطي مصر صاحبة الرياضة في نشر الدين الوسطي الصحيح الاظهر الشريف هو قبلة الناس للساعي وراء الاراء الوسطية المعتدلة التي جاء بها الدين الحنيف هو ده المنهج اللي بتنهجه وزارة الاوقاف وهذا الاستراتيجية اللي بتسعى وزارة الاوقاف لها في المرحلة اللي احنا عايشين فيها والحقيقة يعني ده واضح جدا من الدورات التأهلية الدورات يعني التدريب النوعي والتراكمي اللي بياخدوا الائمة يعني احنا النهاردة مثلا عندنا دورة دلوقتي حاليا الدورة السادسة في التعاون بينه وبين اكاديمية ناصر العسكرية بيحضر فيها 80 امام ووعظة من ائمة ووعظات وزارة الاوقاف برضو في اكاديمية الاوقاف الدولية انت بتقول للامام انا عايزك صاحب فكر مستنير يعني احنا في افتتاح الدورة كنت بقول للزملاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد في المدينة قال للصحابة الحبش فيها ملك لا يظلم عنده احد وهو ما خرجش من المدينة ده ايه؟ ده وعي كامل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بما يحيط به من حوله هو احنا عايزين الداعية يكون بهذه الحالة بهذه الريادة يكون بهذا الفهم وهذا الوعي صحيح صحيح دكتور ايمن كل التوفيق من قلبي حقيقي يعني عارض ربنا وفقكم يا رب اللهم امين كل الشكر ليكم الحقيقة في الوزارة والشكر موصول لمعالي الوزير بالمناسبة فاشكرك جدا يا دكتور ايمن الف شكر ليك دكتور ايمن ابو عمر وكيل وزارة الاوقاف لشؤون الدعوة عارفتوا ليه بقولكم الخبرين اللي جايين دول اللي اتنين احلى من بعض فييجي الخبر بتاع اكاديمية الاوقاف الدولية مفتوحة لكل الدارسين طيب تعالوا نروح بقى على ايه؟ برضو حلوة بالمناسبة اقولك ليه شوف انا يا ما حكيت وصلت واجلت في حكاوية ومغامراتي داخل أسرتي اللطيفة وتحديدا مع والدتي يا ربنا يديها الصحة ازاي علمتني القراية مش علمتني القراية لو قعدتني عادت تقول لي دي آلف ودي بيه انا كان شغل المدرسة امي علمتني اقرأ حببتني فان انا اقرأ وفرتلي كتب على قد ما يعني ميزانيتها المتوضعة تسمع وتشجعني جدا وتفاهمني وتقعد تقرأ معيها بعض الحاجات وتقول لي طب ما بلاش دي خليها السنة الجاي نقرأ معينه الكتاب موجود يعني هجيب الكتاب تمام انت جيبته كويس ده ما تقرهوش دلوقتي استنى عليه شوية علشان الاول لازم تقرأ كذا فكل ما هو متعلق بالحثة على القراءة ده بالنسبة لي المزيكة وما فيها انشاء اول مكتبة من نوعها مكتبة الله تصدقوا تؤمنوا بالله والله العظيم ما بحاول اشكر في نفسي انا لحد النهاردة فسحتي اخش مكتبة والله العظيم ويا سلام لو دخلت المكتبة اصلا اشتري كتاب لعيل من عيالي انا اللي ببقى واقف زي العيل وعاد بقى امد اتفرج على الكتب واخد مبهور وعاد اعمل للم وعايز اخدهم كلهم وروح المهم هذه المكتبة اسمها كشك كتابك الله كشك كتابك دي فين في قرانا قرى حياة كريمة بس تحديدا بقى المرة دي في محافظة البحيرة معانا على التليفون دكتور كريمة السلاموني لا كشك الكتابة كتب علم معرفة اطلاع في جملة كده كانت دايما تبقى موجودة في السير يعني يجي يكلمك عن اي حد من العلماء اللي يقولك ايه واخد ينهل من انهار المعرفة طبعا انتو عارفين اللي بنقول انهار مش بحار لانه لقى احد ينهل من البحر البحر مالح انهار المعرفة الجملة دي جملة بالنسبة لي تجاري الريق طول الوقت على الكتاب اهي كشك غير اي كشك كشك حلو شيك نظيف تصميم جديد عصري مكتوب عليه بالخط العربي الجميل كتابك ارفه في الكتب اهيه قدام حضرتك هذا النموذج هتلاقوه بعد كده موجود في كل حتة بس خلونا بقى نشوف ايه اللي بيحصل في البحيرة تحديدا دكتور كريمة السلاموني منصق حياة كريمة بالبحيرة اهلا بيك يا دكتور كريمة اهلا وسهلا بحضرتك استاذ يوسف وبستاذ المشاهدين اه زي ما حضرتك بتقول بالضبط يعني احنا عندنا نموذج رائع لكشك كتابك اه حبة في البداية بس اشكر فخامة السيد الرئيس الجمهورية على المبادرة العظيمة اللي بتشرف ان ليه من اسمها نصيب وهي مبادرة حياة كريمة ايوه حياة كريمة في محافظة البحيرة اه كان لها نصيب الاسد بست مراكز و اتنين واربعين واحدة محلية قروية وده لو حضرتك يعني بصيت كده بص نظرة سريعة اه على محافظات الجمهورية اللي بتنفيذ فيها المبادرة هتلاقي ان ده اكبر عدد وحدات محلية قروية بيتم التنفيذ المبادرة فيه فكان النصيب لنا والجسطات لنا الحمد لله دي يعني ماشا الله نشكر فخامته عليها ماشا الله نكون الله نكون على قدر المسئولية اللي اتهالنا ونقدر مع اهالينا في محافظة البحيرة والكيادات التنفيذية اللي موجودة نساعد او نساهم بالحفاظ على المكتسبات دي اه كنت حابة اقول لحضرتك برضو ان يعني احنا مبادرة قويس الجمهورية مش بتتكلم بس على يعني محور واحد او اثنين او ثلاثة با احنا بنتكلم على تحسين جوزة حياة المواطن المصري في كافة النواحي كانت النصي البداية مفكرة ان احنا هنشتغل على البنية التحتية بس اه بالفعل احنا شغاليون بنية تحتية جيدة في الكرة المصرية بندخل كافة المرافق من صرف سرحي مياه شرب نظيفة في الكرة المصرية كهرباء ما تتقطعش اتصالات بكابلات فايبر الغاز طبيعي في الكرة المصرية وبأكد في الكرة مش في المدن بس وصل لحد الغاز الطبيعي بجانب كده كمان بنشتغل على بناء منشآت خدمية وتعليمية وصحية ورياضية بالمستوى اللي ليه بالمواطن المصري طبعا انا اسألك سؤال في السريع قبل ما اروح للكتب تاني عشان عملنا وزمائيلي بناء عرض صور الكشك ده مش كشك ده بالنسبة لي جنة ده انا ممكن اروح بات فيه سؤال لو افترضنا ان انا يا فندم ربنا خليك بنورك يا دكتورة لو انا النهاردة عاوز مثلا اقدم قطعة ارض تبرع لحياة كريمة وعاوز يعني ايه اخليها مش شرط يعني بس انا عايزها تبقى مستشفى للاطفال اعمل ايه بالفعل يا فندم فيه غالبية المنشآت اللي تم انشاءها سواء كانت مراكز شباب او مدارس او محادات صحية او مجمعات خدمات زرعية كانت بستم بالتبرع من اهلنا المواطن الحارب يتبرع بيروح الوحدة المحلية القروية بيقدم عقد تبرع وبيتم تحرير العقد بالسام وبعد كده هو ممكن يقرر مثلا او يحدد انا عايزها واحدة صحية او عايزها منشآت المركز شباب اي مكان المنشآت اللي هو محتاج احنا مثلا لو محتاجينها فعلا دي بنقوله خلاص تمامه بنلادي رقطه لو مثلا احنا محتاجينها الحاجة تانية او في حاجة تانية موجودة بالكلام مع المواطن انهم من اهلنا وبيتبرع للقرية اللي هو موجود فيها فاحنا بنتكلم معايا وبنقوله الاحتياج حاليا احنا وفرنا مثلا قطعة ارض الوحدة الصحية احنا محتاجين القطعة دي لمركز شباب مثلا او المدرسة او لمجمع خدمات او البريد او اي مكان المنشآت احنا محتاجينها واهلنا متفاهمين جدا اهلنا يعني هما اللي وفروا معظم قطعة الاراضي صحيح كانت بتطوع وتبرع طوي جدا منهم فطبعا بنشكرهم عليها اهل البحيرة انا قلت ده لان انا لي صديقنا من عندكم في البحيرة تحديدا من ابو حمص عاوز يتبرع هو ولاد اعمامه بحطة ارض يعني وقال لي احنا عايزين نعملها مستشفى بتاقي قطعة لبصة زياد اسمه زياد عيسى هتلاقوهم عندهم تعرفين عيدة عيسى عندكم في البحيرة روح زياد خلص الاول اوراق وبعد كده سيبلي الطلعة دي فهي المسألة في انه ايه ساعات كتير بيبقى بعض من اهلنا مش عارفين الاجراء اللي نعمله ايه انا هنا في البحيرة فلان في الفيوم مع اللان في الغربية ترتن في قصيوت يلي اخيره بنبقى عايزين نعرف بس القلية فكويس انك ارشدتين لها وكده كده برضو انا هبعد زياد لحضرتك لكن عايز ارجع على كشك يا ربنا يا خديك بنورك ربنا يا حفاظك عايز ارجع للكشك والنبي مش عارف حياتك قدامك تلفزيون ولا لا قدامك تلفزيون احنا زي ما كنت بقول لحضرتك ان فخامك الرئيس لما بيأطلق المبادرة كان بيتكلم على البنية التحتية ومشيئات الخدمية بس دايما في كل حواراته سياته بيأكد دايما على بناء الانسان المصري طبعا وعي الثقافي للجميع وهو ده فعلا مش هيحصل غير لو انا عندي خدمات ثقافية جيدة بتقدم للاهالي كشك الكتب ده بقى فكرة ده انشاء الكشك حلو كشك الكتب الحلو ده المشكورين الهيئة العامة للكتاب الكشك عبارة عن نموذج مصغر للمكتبة اللي احنا كلنا كنا بنروحها في المدن المكتبة موجودة فيها كافة الانشطة المتنوعة بس كان الهدف ايه ان انا اتوافع بقى في نشر الوعي الثقافي اسهل على الهانينة في الكرة ان هم يمرسوا كافة الانشطة الثقافية وهم موجودين في مكانهم بدل ما يتكبدوا مثلا عناء ان هو يسافر للمدينة علشان يروح للمكتبة وينهل زي محادثة كنتم تقول لا دي حاجة تفتح النفس يعني احنا حطين صورة عشان كده كنت باسألك لقدامك تليفزيون احنا حطين صورة لكشك من الأكشاك اللي عندكم في البحيرة وقدامه برجولة خشب عليها القيمة قوي شياكة يعني خشب عزيزي من النوع المفتخر نروح يا فندم يستعير ويقعد يقرأ او يستمتع بخدمات المكتبة يعني دي مش بس للبيع وللشارة ده انا كمان ممكن اعمل كارت اعارة على ايام دا كان اسمه كده يعني وانا استعير كتب ونرجعها وما الى ذلك طبعا طبعا الله الله طيب في مساحة اقدر اقعد مثلا تحت البرجولة الشياكة دي اقعد اقرأ الكتاب في الشمس والهوى العليم نعم اقدر اقعد اقرأ كتاب يعني استعير كتاب اقعد اقرأ ورجعه تاني وانا قاعد طبعا طبعا مداح حلوة قوي قوي فوقتنا بس الهدف بيكنت بقول لحضرتك ان احنا يعني ننزل لحد مستوى القرية ونمارس الانشطة الثقافية هناك علشان ننمي الحس الابداعي عند النشط وعند الشباب يعني حضرتك عارف ان النشط ده انا لازم اغرب فيه القيم الثقافية الاصيلة المصغية الاصيلة اوطن في المعرفة يعني اخليه يطالع بحس الابداعي يبقى عارف ان فيك رأى اطراع ما يبقاش واخد بس الجانب التعليمي او الاكاديمي يقرأ قصص كثيرة يبدأ يكتب يبدأ يلقي يبدأ يمارس الحاكي مهارة الحاكي يبقى عارف كل الحاجات دي الاول كشك تم تجهيزه وفرشه كنت حضرتك عارف نموذة به دلوقتي ده كشك قرية الابعدية بمركز زمنهور المظهر الحضاري بيتكلم عن نفسي طبعا ربا صورة تغني عن الف كلمة بالضبط كده يعني هي الصورة كثيرة ان هي تدل على المظهر الجمالي والحضاري اللي موجود في كورونا يعني ان حدثك بتعرضه تلوقتي مش موجود في مدينة او في موجود مثلا في القاهرة القبرة ده في القرية لا موجود في قرية قرية الابعدية احدى قرى مركز زمنهور التابعة لمحافظة البحيرة يعني احنا كتابك ده هيبقى موجود في كل قرى حياة كريمة في البحيرة وغير البحيرة نعم هيبقى في البحيرة وغير البحيرة يعني في كل الجمهورية مستهدف الفنزم طبعا في كل الجمهورية بس كان الحمد لله برضو احنا كنا بدأنا من البحيرة الاول بدأنا التنفيذ وتم الانتهاء بالفعل وتم تجهيز كمان المكتبات اول مكتبة تم تجهيزها والكتب موجودة فيها زي ما الصور بتتكلم لوحدها كنا بنتكلم في البداية فندم على البنية التحتية وعلى المشاكلة الكدمية علشان نحافظ على الحاجات دي كلها لازم ابني وعي المواطن اللي هو اللي هيحافظ بنفسه على المكتسبات دي دي كلها مكتسبات مكتسباتنا كلنا مكتسبات الناس اللي موجودة في القرية ومكتسبات حضراتك تمان وحدات موجودة في المدينة فعلشان انا احافظ على كل المكتسبات دي كان لازم ابني الوعي وعلشان ابني الوعي لازم انا اوصله الوعي الحذر عندي طبعا لازم يكون في معرفة علشان اقدر ابني وعي الناس لازم يكون في معرفة انا بشكور جدا دكتور كريمة نورتنا وشرفتنا ولو عن طريق التليفون الجايات كتير اتحادك تدورينا كمان في الستوديو بإذن الله كل الشكر لدكتور كريمة السلاموني منصق حياة كريمة بالبحيرة تعالوا نشوف ايه بقى الحكاية وزيرة الثقافة بتتفقد مركز الحرف اللي في الفسطات مصر القديمة مصر عتيقة تقرينتوا فيلم الى احمد كان اسمه احمد ايه احمد عبدالسلام اسمه كان ولا اشفكت كان اسمه ايه الى احمد القاتم بدير النحاس احمد ابراهيم حتى كانت بنته بقى السغنطوطة كده لايه بنت العمد حمدية طبعا مع حفظ الالقاء انت ساكنة فين يا شاط قلت له مصر عتيقة بالنوت سغنططة كده مهم فبيتعمل ايه هناك بقى الوزيرة خدت بعضها راحت تتفقد مركز الحرف بالفسطات بس كده لا الموضوع لبعد اخر ايه هو البعد الاخر الوزيرة عايزة تاخد المنظومة دي وتبدأ تشتغل بيها على انه يبقى فيها استثمار فيبقى في عندنا نسق استثماري رائع جدا اللي بيحصل هناك يعني مركز الحرف في الفسطات وانتو شايفين هنا بقى الشغل ايه يدوي 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 يعني الشغل بتاع زمان الناس دي الفنانين اللي اديهم تتلفف حرير دول مش ناس عادية زي ما انت شايف كده بص القصة بتبدأ ازاي لوحة على الورقة ورقة وقلم وتتاخد اللوحة اللي على الورقة تتحط على حتة النحاس وييجي الراجل ابو ادين تتلفف دهب وقلماز ويقوت ومرجان يشتغل باديه علشان خطر يطلعلي حتة نحاس تبقى اسمها صانية يطلعلي شاكمة جاية خشب وصدف زي ما انت شايف تطلعلي حتة خشب من اللي بالك فيها الحاجات دي بتبقى غالية جدا قوي خالص خالص فلما انا اخد ده يعني انا كنت حتى عايز الدكتور هاني ابو الحسن يبقى موجود معنا على التليفون بس انا يعني كنت احب ان احنا نسمع منه وقدر للامكان هو الدكتور هاني هو اقف مع جنبه معالي الوزير عموما حاضرا غائبا يا دكتور هاني المهم فاللي احنا عايزينه هو انه او اللي عايزاها وزيرة الثقافة عايزاها انه احنا نبدأ نخش فيه مرحلة التسويق لهذه الاعمال في الداخل وانه يبقى فيه عندنا خط استثماري انا مش بيقولك خط انتاج بالمناسبة القصة مش في خط انتاج الشغل اليدوي ما ينفعش يتحول لخطوط انتاج كمي ما ينفعش لانك في هذه الحالة هتطلب كميات ضخمة جدا والكميات الضخمة جدا دي بالشغل اليدوي اللي يتقل بالذهب واليقوت والالماز والمرجان وكل مقتنيات مغارطة علي بابا ما بيبقاش انتاج كمي خالص بس ده بيبقى انتاج غالي قوي يعني الحتة اللي في ادينا الرجل الفنان العظيم اللي كان بيشتغل على حتة النحاس ده دي بتتبع برا الوفات ده مش مبالغة انا بتكلم بجد مش زار الوفات ده شغل يد معروفة اي شيء يدوي غالي حتة خشب مشغولة يدوي غالية حتة شغل صدف يدوي شغل الخيامية العظيم ده شغل يدوي الابرة والفتلة تفضل تشتغل بمنتهى الدقة فاتطلع لك لوحة بديعة كلها بالقماش وابرة وفتلة عملها فنان عظيم عظيم بالمناسبة دي اهمية انك انت تبقى عضو منتسب في الجمالية اهلا انا وبابا اعضاء منتسبين في الجمالية احنا مش من الجمالية خالص لكن ابويا لعمل السياسي من ايام ما كان طالب فكان مسؤول حددته في الجمالية فتعرف على الفنانين دول فلما انا كبرت شوية بقى اليومين باتكلم على ابويا هو انا هو ادعو اللي ايه اطلع انا قاعد مهم يعني اربانا يرحموا يا رب يمكن اوه وحيشني شوية ايه تين تلاتة اربعة خمسة عشرة كده مهم فلما كبرت حابة كده وانا في تانية و تالتة سنة وقولة جامعة وقتاعة في النبويا ياخدني معايا كتير جدا نروح نتمشي هناك هو بالمناسبة فسحته يلا بينا نروح الخام يلا نروح الجمالية يلا نطلع على الدراسة يلا مش عارف ايه حاجات زي كده يحب الحتة دي قوي ومشي كان مشاء عظيم كنت الاحظ طول ما احنا ماشيين يسلموا عليه زكا او استاذ مصطفى يقول له زكا يا عش عارف ايه الزكا تعرفت الناس دي فين قاعد حكاية ليه حكاية حكايته لما كان ايام حددته يعني الحركة الديمقراطية للتحار الوطن فكت اشوف الناس وهم بيشتغلوا بأيديهم ونعد بقى وهم اصحابه بقى وفنعد في وسطهم ويجي بولنا شاي وقهوة وغدا ونعد نتكلم ونتنقشونش عايفوا يفرجوني على الحاجة وبتاع فانا اعتبرت نفسي عارف انت يقولك ايه واحد عضوية عاملة واحد عضو انت ساف ولاد الجمالية هم ولاد الجمالية فانا بقى كنت المنتسب فلفت على كل الورش باكبر الاسماء واجدد الشبان اللي امتهنوا المهنة بتاعة الاب والجد وابو الجد وجد الجد سلسال طويل عظيم دول تقول لي انه اعمالهم ما تبقاش بعشرات الالوف لا ده تبقى قوي على كل قد اكون اسهبت القول بس انا او طولت عليكم حبتي انا بحب البلد دي لدرجة مخيفة وغيور عليها لدرجة اكثر رعبا وبخاف علي كل حاجة فيها كل حاجة الحطان اخاف عليها احنا عايشين في بلد حطانها حجر شوارعها بينطق تاريخ وحضارة بينطق احنا ادهو ادود هتقول لي المعايش بقت صعبة هقولك عارف المعايش صعبة علينا كلنا انا وحضرتك موظفين معايش صعبة قوي بس بجد بجد هو احنا نقدر نعدي ده احنا عدينا حاجات من اللي باللذي عدينا بالله صعب من كده ابويا وابوك عدوا بظروف شديدة الصعوبة من سبعة وستين لحد ما عبرنا وانتصرنا في تلاتة وسبعين بدأنا نشعر بنسمات قليلة سنة خمسة وسبعين كان وش حلو عالبدا حلو موليد خمسة وسبعين سيبك من ده لكن تاني ابويا وابوك مروا بمرحلة صعبة وعدوا احنا عدينا بكل شيء صعب وخرجنا بمونتهى البساطة انت دخلت في سبعة وستين خرجت منها في تلاتة وسبعين نصر عظيم مؤذر بيدرس في العالم دخلت الكورونا خرجت من الكورونا وانت واحد من اعلى معدلات منهم هو في العالم دخلنا على الازمة الحالية اللي موجودة دي بتاعت الحرب بتاعت اوكرانيا وروسيا ما نعرفش هتخلص امتى ولا هتخلص ازاي دي حرب بتاعت بلدين ودخل فيها اقطاب ودول اوروبا والولايات المتحدة وروسيا ومين مع مين ضد مين حدوتة يا عمنا حدوتة آه اليومين دول بيعودوا على التربزات وعاوزين يتناقشوا وعاوزين ينح الحرب هتكلل المساعي بالنجاح ولا لأ ما نعرفش العالم ما يعرفش خالص خالص لكن هي ازمة واي ازمة ما صرها انها تنتهي الحاجة غالية يا يوسف صاحة بس موجودة خد بالك من دي جماعة اخواتنا في المانيا اصدقائنا في الانسانية يعني الناس بتبكي هناك بدل الدموع دم قلعة قلعة الصناعة الاوروبية الاقتصاد الاقتصاد الاقوى والاكبر الاقتصاد الاقوى والاكبر كميلك صديقك اخوك الانسان غير النشتة بدأوا دق الببان على رأي كينجة محمد مونير الناس متكتكة بدأوا يولاوا حطب جوه المداء الدفايات المقولة الشهيرة ريتشارد قلب الاسد الحطبين في الغابات والعجائز امام نيران المدفقة ينتظرون عودة ريتشارد منفتيح ارشاليم لا هو في اوروبا مش منتظرين عودة ريتشارد منفتيح ارشاليم هم منتظرين عودة الغاز عارف رونو احمد لوكسور الماء اين الماء اوروبا كده الغاز اين الغاز عندنا اسعار عالي بس انبداع موجودة ده احنا لو ما كناش عملنا الصوامع وزرعنا قمح الزيادة ده احنا كنا زمانا مش بنغني ظلموه احنا كنا زمانا بنبكي حط بقى على كده حاجات كتير ولا ما زرع السمك ولا مشروع البتلو ايه الحاجة غالية موجودة موجودة شوية اللي حصل مش في ايدينا مش احنا اللي اشعلنا فتيل الحرب مش احنا اللي اخترعنا الكورونا اقولكو ايه ولا ايه معلش خمسة كده لا اما مش خمسة ايه خمسة كده شوية كده هنجمت حبة هنيجي على نفسنا حبة هنسبت حبتين هنبقى وثقين اكتر في انفسنا وثقين اكتر في انفسنا ساعد نفسك التجار في منهم ما بيرحموش انت كمان ما ترحموش تكلم جهاز حماية المستهلك واشتكيه وحرر له محضر خليك فاعل اضرب المربوط يخاف السايب المفتر اللي بيبيع بالغلو الكاوة وبيستغل الاوضاع ما تسكتلوش ما تعتقوش هو مش عدق انت بتعتقو ليه القصة كلها انك هتلف وتخرج بالرمحل البقالة وتمشي ولا تسيب الراجل الفكهاني ولا بتاع الخضار ولا الفرارجي وخلاص على كده مش شري من عنده لا يا عم بلغ فيه اه هو بيمص دمك اقطم رقابته خلاص نقطم رقابته هنروح للفصل يا جماعة علشان زميلي خلاص بيمتحر ودلوقتي هنروح للفصل ونرجع نكمل الكلام استاذ نجيب محفوظ صاحب مش بس قرث عظيم مسألة اكبر من كده بكتير شوف مصر ولادة دايما يعني زي ما بيتقيل عندنا من الأدباء حدث ولا حرج عندنا من كل أصناف العلماء والعارفين حدث ولا حرج بس استاذ نجيب الحقيقة حالة شديدة الاختلاف خد بالك استاذ نجيب خريج فلسفة فلما كتب كتب بتفلسف وبالرغم انه كتب الرواية بتفلسف الا انه خلاها في منتهى السلاسة ومنتهى السهولة واليسر طبعا ده بيت الأستاذ نجيب على كورنيش العجوزة المنزل الشهير يعني يمكن الناس اللي زي حالة اتنا عارفين البيت دايما يعني كنا بقى نروح نعدي عشان ننتظر يمكن نشوف الأستاذ نجيب معدي على الرصيف عشان نشوفه من بعيد مهم عايز بس أرجعك لا الكدر قبل الأخير يمكن في الفلر اللي احنا كنا بال أستاذ نجيب كان بيلعب أنون انتو خدتوا بالكو يعني هويتو يلعب على الأنون أستاذ نجيب محفوظ لازم لازم أنا أدعوكم مش بس أنكو تعودوا تقروا تراثوا الأدبي أنا أقدر أسميه تراثوا الفكري ودي حاجة أبعد بكتير وأقوى وأعمق لأ هو أنت لازم تقرى تراثوا الفكري كويس جدا وأنا شجعك ما تيجو نبدأ الأسبوع ده بزقاء المداء ليه زقاء المداء؟ علشان زقاء المداء هي حالة التحليل والتشريح والتفصيص والتفصيل لتداعيات الحرب العالمية التانية على المجتمع المصري خدتوا بالكم مين قاعد جنب الأستاذ نجيب؟ دكتور صلاح فضل قاعد أهو الله يرحمه سبحان الله العظيم مبارح كنا نتكلم على وفاة الرجل العظيم الدكتور صلاح فضل والنهاردة بنتكلم على ذكرى الأستاذ نجيب بحفوظه خليه أخب معايا على التليفون دكتور يوسري عبدالله أستاذ النقد الأدبي بجامعة حلوان أهلا بك يا دكتور يوسري أهلا يا أستاذ يوسف أهلا يا أستاذ يوسف إزاي حال يا دكتور؟ كله تمام؟ الله يخليك حمي دكتور يوسري أنا كنتم وإحنا بنتكلم معنا عن الأستاذ نجيب محفوظ قلت لازم وإحنا بنقرأ تراث فكري للأستاذ نجيب ما هواش مجرد تراث أدبي نحط في بالنا أنه خريج الفلسفة فكتب بتفلسف وأعطاه لنا بمنتهى السلاسة والسهولة واليسر فما كانتش اللغة معقدة نعم في الحقيقة إن استعادة ذكرى ميلاد نجيب محفوظ يستعادة لمجموعة هائلة من القيم قيم إنسانية وقيم فنية وجمالية قيم مهمة ومؤثرة في مسيرة الإبداع المصري والعربي بل في الحقيقة في مسيرة الإبداع العالمي نجيب محفوظ خديج الفلسفة كما أشرت خديج كلية الأداب قسم الفلسفة بما يعني اتساع رؤية العالم عند الأستاذ نجيب كتب الفاز اتساع رؤية العالم وجود مجموعة من الدلالات الفكرية العميقة والمستويات التأولية المختلفة اللي بيحملها نصه القادر على الوصول لمجموعاتها إلى من المطلقين والقراء من القرأ العام إلى القرأ النموذجي نجيب محفوظ صاحب إنجاز مهم ليس فقط في مسيرة الرواية المصرية ولكن في الحقيقة في مسيرة الرواية العالمية فهو أحد ساداتها وأحد البارزين فيها وهو الكاتب المصري العربي العالمي الذي يوضع جنبا إلى جنب إلى مصاف أهم كتاب الرواية في العالم نجيب محفوظ ربما يكون هناك سؤال شديد الأهمية يتصل بما ذكرته ويتصل بما يمكن أن يقال عنه وهو ما الذي يجعل نجيب محفوظ باقيا كل هذه السنوات في الذاكرة الأدبية ما الذي يجعل نجيب محفوظ جزءا من ذاكرة الأدب العالمي وليس فقط الأدب المصري ما الذي يجعل بالمناسبة وأنت أشرت إلى زواي المداء وأنا سمعت المقدمة التي ذكرتها أنت أشرت مثلا إلى رواية زواي المداء ما الذي يجعل زواي المداء الرواية المصرية المغرقة في المحلية صاحبة الشخصيات التي يعني بنت الروح المصرية بنت تبايناتها في مرحلة مركبة جدا من عمر الأمة المصرية وهي مرحلة الحرب العالمية الثانية التي ليس للمصريين لاحظ وهذه نقطة مهمة التي ليس للمصريين ناقة ولا جمال فيها كانت مستعمرة إنجليزية فشوف هنا الحقيقة جدارة نجيب محفوظ جدارة الإبداعية كيف يمكن أن ينطلق من حدث عالمي حدث كوني باختصار ويرصد من خلال هذا الحدث تجلياته على مستوى ما يسمى بالبيئة المحلية يعني هذا التشبيك هذا الجدل هذا العمق في الربط بين ما هو عالمي وبين ما هو محلي بين ما هو كوني وبين ما هو شديد الخصوصية بين ما هو عام وبين ما هو خاص بين ما هو موضوعي وبين ما هو ذاتي هو في الحقيقة كانت هذه الصناعيات واحدة من الأساسات التي اهتمدت عليها كتابة نجيب محفوظ ذو المدأة مثلا أنت أشرت إليها وما الذي يجعل مخرجا مكسيكيا يخرج يصنع عمل فنيا عن هذه الرواية أو ما الذي يجعلها بالمناسبة تمثل على بعض مسارح العالم يعني أنت أمام حالة شديدة الخصوصية تؤكد أن هذا الإغراق في المحلية وهذا السعي إلى معينة عالم شديد الخصوصية ابن الروح المصرية كان في الحقيقة كان في الحقيقة معبرا عن عالم إنسان النزعة يمكن أن يرى فيه كل إنسان نفسه فلذلك ستجد أن الشخصيات في عالم نجيب محفوظ هي ليست مجرد شخصيات فردية فحسب لكنها في الحقيقة تعبر عن تصورات اجتماعية تعبر عن كيانات اجتماعية وعن تصورات فكرية وتعبر فضلا طبعا عن خصوصياتها الفردية وكل شخصية من شخصيات عالم نجيب محفوظ على امتداداتي الواشعة كانت في الحقيقة جوهرا وتجليا لصياقات داخل المجتمع دي عبقرية الأستاذ نجيب فعلا خليل أول أشكرك دكتور يوسري وأتمنى بجد والله يعني إن احنا نلتقي في البرنامج يعني زي ما كنت بتكلم من برحمة أستاذ سيد محمود أما أن الأوان لبرامج التوكشو أن تناقش الفكر والفلسفة وتناقش الأداب بمنظور نقضية تمنى دكتور يوسري تبقى موجود معنا في حلقة من الحلقات ويبقى دا من ضمن الثوابق التي لم تحدث في التوكشوز قبل كده أو برامج الحديث والكلام العام فلا تهتم فقط بالقضايا الساخنة وإنما تهتم بإنه الجمهور العام يبقى مخه مليان وفهمان أشكرك جدا دكتور يوسري عبد الله أستاذ النقد الأدبي بجمعة حلوان سريعا قبل ما روح لفقرتنا شديدة الأهمية ليه أنا اخترت زواء المدقة وأظن ليه برضو دكتور يوسري علق عليها بشيء من الاستفادة يمكن في حدود المكالمة زواء المدقة أحداثها بتدور حول نتائج الحرب يعني تقريبا أغلب أحداثها ساعة 47 بالمناسبة وهي كانت جزء من أو أصبحت جزء من التراث الأدبي العالمي وفهمها الإنسان في كل مكان على سطح الكوكب لأنها بتتكلم على الجدلية الجدل الدائر داخل من نفس البشرية أنا مالي أنا في مصر أنا مالي وما للحرب العالمية التانية دول أوروبا تتصارع فيما بعضها البعض على الثروة وعلى النفوذ وعلى السياسة وعلى الأرض وتخش أمريكا تريد أن تكتسب جزء من الكعكة الدولية أنا مالي ده كان الجدل الدائر لدى ناس كتير دي زواء المدقة نتائج الحرب على بلد لا ناقة لها ولا جمل حميدة في زواء المدقة بالمناسبة وده برضو جزء من عبقرية نجيب محفوظ نجيب محفوظ ما كانش بيحط الإسقطات المباشرة حميدة تعبر عن مصر حميدة لا تعبر عن مصر حميدة في مرحلة في لقطة من لقطات حياتها المليئة اللي فيها تعاسة كتير وهنا بده يوريلك نجيب محفوظ شايف المجتمع حوالي إزاي هي بحثة عن حياة أفضل حياة أحلى دنيا أجمل في ظل المشوار بتاع بحثها عن الحياة الأجمل وعايزها بمنتهى السرعة لأنها تعاني كثيرا تعبانة جدا تسقط حميدة في الطريق سقطت حميدة مش معناها سقطت مصر بالمناسبة هي كل القصة في اللقطة دي تبحث عن غدم أفضل مصر بعد كده مش بالضرورة هي مصر شوف هنا بقى إيه ده المخ العقل العمق الفلسفة بتاعت الأستاذ النجيب الله يرحمه لازم أطلع فاصل هطلع بيدحكوني قوي فوق يا جماعة مش هدوش عراء أعمل إيه فيكم دكتور رشدي عبدالظاهر أستاذ الإدارة العامة والمحلية ضفنا داخل الستوديو أي احنا عدنا ضيوف تانية مش كده بنلاقي آه عندنا سيادة النائب عمر درويش موجود أهو كان لسه قاعد معايا الأسبوع اللي فات أول نعمة سيادة النائب عمر درويش أمين سر لجمة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية إيه هي الاشتراطات الجديدة وفقا للقانون الجديد في المحال العامة استنونا بعد إذن حضراتكم أهلا بحضراتكم بصوا بقى جماعة الناس كلها بتتساءل يا جماعة إيه قانون المحال العامة ده أو الاشتراطات الجديدة والتعديلات اللي حصلة خلونا نرحب بضيوفنا داخل الستوديو سيادة النائب عمر درويش أمين سر لجمة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منورنا سيادة النائب عامل سيادة النائب كل تمام دكتور رشدي عبدالزاهر أستاذ الإدارة العامة والمحلية منورنا دكتور إيه الأحوال كل كويس؟ نبدأ باليمين سيادة النائب إيه هو القانون واشتراطاته ونعارف أنك في اللجنة يعني تقريب بالنائب استباته في المجلس طيب يعني إحنا عشان بس ندي صورة عامة هو القانون الغرض منه أنك إنت أولا تدخل اقتصاد كان موازي غير موجود غير مرئي بالنسبة للدولة بتدخله فيه الاقتصاد الرسمي من خلال أنك إنت بتسهل إجراءات إصدار الترخيص الخاصة به 316 نشاط متعلق بالأنشطة الاقتصادية اللي ممكن يكون أي حد فتحها في أي مكان في أي شارع في أي مدينة بحيث أنك إنت تقدر تسهل وتيسر دخول هذا الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي للدولة يبقى القاعدة العامة أن إحنا بنقنن أوضاع برضو بعض النمازج من الأنشطة اللي كانت غير مدرجة بشكل كبير جدا في الاقتصاد المصري في نفس الوقت أنت برضو في بعض الاشتراطات الميسرة واللي بنسهل بيها على الناس علشان محدش يبقى الآن أو مضطرب هو أنا هدخل في هذه المنظومة إيه الالتزامات اللي عليها طبما أنا بره أفضل طبما أنا بره ما عنديش رقابة برضو ده حيفيد كتير جدا في مسألة العمالة غير المنتظمة لأن حجم العمالة اللي شغالة في هذا القطاع عمالة كبيرة جدا ومعظمها بيبقى غير مؤمن عليه لأنه طبعا اقتصاد غير رسمي في نفس الوقت أنت برضو بتبحث إلى أنك تقنن هذه الأنشطة داخل برضو بعض العقارات فيها بعض العقارات الغير المشقانونية اللي كانت طبعا مخالفة فأنت أشوف حولك حاجة هو الفلسفة العامة للقانون أنت بتضبط أوضاع كانت مختلة لسنين طويلة جدا يعني تركت لأسباب عديدة ترهلت أصبح في حالة من يعني الناس خلاص شايفة الوضع ده بالنسبة لها أفضل لكن ده وضع يضر صاحب النشاط يضر العامل اللي في النشاط يضر أيضا الدولة اللي كانت مش شايفة هذا الاقتصاد بشكل أو بآخر مش مسألة أن أنت تلم فلوس من الناس بقدر ما أنت بتضبط حالة كانت عشوائية لسنين طويلة جدا فلسفة دي الفلسفة العامة ليه القانون عندنا نمازج طبعا زي ما احنا كنا بنتكلم في قبل الهواء يعني زي اللي هيقدم على ترخيص جديدة اللي أصلا حاصل على ترخيص اللي له نشاط مش مرخص فيه عقار مرخص أو أنه له نشاط غير مرخص فيه عقار مش مرخص يعني كل دي نمازج اتعامل معها القانون بشكل من التسهيل بحيث أن احنا نسهل للمواطن أو نسهل لصاحب النشاط أنه هو يدخل في الإطار الرسمي للدولة يكون عايش مطمئن ما فيه شيء مهدده العمال أو العمالة اللي شغالة في هذا القطاع اللي أحنا نسميها عمالة غير منتظمة هذه العمالة يكون مؤمن عليها بشكل إيجابي لأن طبعا خلاص لما المحل مرخص يبقى العمالة اللي فيه عمالة مرخصة لأن نشاطه كله هيبقى تحت رقابة الدولة حلو جدا هنا أرجع لدكتور رجل يا رجدي من وجهة نظر العلم والأكاديميا كإدارة عامة ومحلية وما إلا ذلك أصحاب هذه الأنواع من الأنشطة والعاملين في هذه الأنشطة زي ما وصفها ست النائب إنها في نهاية قلص اقتصاد موازي وكأنه بعيد تماما عن الأوراق بتاعت الدولة يعني ليح عجم مالي نعلمه لكنه غير مسبت إلى أي مدى التعديلات دي تفيد وإلى أي مدى سوف تشهد إقبالا ولا برضو نعمل مهما نعمل بعض الناس هتروح جاية كده وهتروح جاية كده لا خلاص هو القانون 154 لسنة 2019 قانون صدر ونشر في الجريدة الرسمية في 3 أكتوبر 2019 كان مفروض المادة الثالثة في القانون بتقول رئيس المادة الرابعة رئيس مجلس الوزراء يصدر اللايحة التنفيذية للقانون في غضون 3 أشهر القانون اللايحة التنفيذية اتأخرت حتى أحد النواب الكرام كان بتكلم قريب في الموضوع ده ليه؟ لأن إن ما كناش جهزين للتطبيق الفعلي للقانون بمعنى وزارة التنمية المحلية أنشأت حوالي 339 مركز إلكتروني للتعامل ودربت الناس كل مركز اللجنة مشكلة واحد من التعليم واحد من الصحة إذا كان من نشاط في أغذية واحد من هيئة سلامة الغذاء فاللجنة مشكلة من كل الجهات المعنية فكان مواجب تدريب الناس دي على التكنولوجيا دي عشان خاطر نحل لبعض سوقات الماضي بمعنى أنا كنت الأول بقدم الترخيص ورقي فكان يعبيني فساد المحليات بقى ومن تحت ومن فوق أنا النهاردة بقى عمل حاجة جديدة اسمها الإختار وبقى عمل حاجة جديدة كمان إن إن بقى المركز المختص ده ملزم بإصدار الترخيص خلال تسعين يوم من خلال تقديم الطلب إن أنا إن أنا عاوز ترخيصه الشروط موفية مردش علي كأن فيه ترخيص صدر واجب النفاذ لو مردش علي ما كانش الموضوع كانش القانون القديم اللي كان القانون القديم على فكرة كان من سنة اربعة وخمسين والستة وخمسين القانون اللي كان بنظم المحل تخيل ما جراش عليه أي قوانين نتكلم في الفين وتسعة وشر فسوء يعني فحضراتك نيجي بقى هل هل السؤال حد نرجي على سؤال حضراتك هل القانون ده هينظم الحكاية دي والناس هتلتزم تقاطعنا بنسبة كبيرة بس زي ما ست الناب قال فيش بعض الإشكاليات هتقابلنا في الطبي زي زي المحل أولا إحنا عندنا ثلاث نمازج أنا أخذ من ست الناب وكمل عندنا ثلاث نمازج يا إما محل مرقص ساعة صدور القانون وفيه مادة انتقالية في القانون المادة رقم ستة بتنظم الحكاية دي طيب يا إما محل غير مرقص وهو المعنى به القانون في المادة رقم ثلاثة بيقول كل محل يزاوي النشاط بدون ترخيص عليه أن يتقدم بإختار للمركز النموذجي أو بأوراق يروح بإيده يؤدي من أوراق والأوراق بسيطة جدا كان زمان نقطر في الأوراق فالموظف يبدع يبدع فساد المحليات يعيب يأخذ من تحت ومن فوق والوحيد اللي عنده المعلومة هو الموظف الصغير دي ما كانش حد المعلومة كتير والتشريعات كتير غابة من التشريعات فدي الوقت قالك لأ ده هم أربع حاجات أنا عاوز صورة البطاقة البطاقة الدربية السجل التجاري قاعد التمريك أو الإجاعة خلاص بسيطة بسطيلك أكتر من كده طب ما نيجي مسألة الرسوم ودي اللي أنا ليه فيها وجهة نظر كنت أكلم سيادة النائب قبل اللاوة أنا شايف هو رسوم مبدئيا اتحددت في القرن اتحددت بألف جنيه ومئة ألف جنيه حددنا حد أقصى ونظمنا المدن والأماكن الرسوم ملهاش دعوة بالنشاط لها دعوة بالمكان فقلنا قرح وريف ونجوع ده البند الأولين وقلنا المدن الصغرى البند الثاني البند الثاني عواصم المحافظات وبعدين أماكن مميزة أماكن مميزة ده بتتحدد بلجنة معينة رئيسها الوزير التنمية المحلية فالنهاردة طب أنا النهاردة لما أقول مئة ألف جنيه ولا ألف جنيه برضو في الريف طب أنا النهاردة أنا لازم نبقى يبقى فيه ألية زي ما عملنا في قانون التصالح نازم نقصة المبلغ ده أو نقلله حشان نشجع ليه بقى أنا في النشاط غير الرسمي الرجل ده كان بقين عن عني في الدراي في الكهرابة وفي حاجات كتير قوي طب ما هو بقى تحت إيدي في الكلام ده كل والدولة في الفترة الأخيرة رفعت الدعم عن حاجات كتير فالرجل بقى يدفع طب ما أنا شجعه في ده ده نجاي لي هو أنا النهاردة زمان يعني جالي خط تليفون هدية يما كان الخط بألفات فأنا بقول إيه ده فأولادي قالوا ده معناها استهلاك جديد فأنا الراجل جاي لنهاردة عيعمل ترخيص فخلاص يعني عيدخل لإراد بقى دخل في منظومة الاقتصاد الرسمي نقطة تانية أنا لو بعمل استثمارات المعالة اللي دي أو الورج دي بتقدم سلع الاستثمار ده فهيبقى موضوع جاذب لإستثمار فلازم أنا بص من نظر من فوق ما بصش تحت إن أنا هاخد منه رسوم الترخيص سفيد مين؟ فالموضوع هو يمكن أنا في الحتة دي هتساءل كده ونخليه حتى جزء من المناقشة بتاعتنا أخوي اللي هيروح يرخص حاجة في المكان المميز اللي هيدفع عليه كده المئة ألف تانية هلو كده؟ تانية هو المكان ده علشان هو يشتريه لو المتر فيه قال لعن خم المتر قال لعن خمسين ألف جنيه أبقى أنا رجل أبيض يا وارد صح تانية فالمية دي ولا حاجة ده معناها أنه عنده قدرة تجارية استثمارية اقتصادية وملاءة كافية أن المية دي هي حاجة بسيطة بند سريع جوة دراست الجدوى بتاعته إن كان عمل لها دراست هي نفس القصة بتاعت أخوي التاني اللي هيرخص بألف برضو على نفس المقياس على نفس الاسكيل على نفس الأحجاب أنا أستأذنكم نروح لفاصل ونرجع هل ده فعلا معوق يعني هو الرسم معوق ولا ممكن يقصت بس هل نقول إن الرسم ده بيدفع لإيه مرة واحدة بالضبط كده مش بشكل سنو مش بشكل إيه دوري أو مش بشكل سنو طيب عشان بس الناس تبقى فهم وق أزاي أحلى بيقولوا إيه في المجلس في الحاجات الزي فصل ونوصل فصل ونوصل ده في البرنامج في المجلس يعني إيه تمام تم الأخذ اللقطة في الاعتبار طيب تعالوا نروح للفاصل ونرجع بقى نكمل المداشة على هل هناك فعلا ضرورة للتقسيط ولا المسألة أظنها سهلة وبسيطة وليست معوقا فصل ونكمل الكلام طيب خلونا نجدد الترحيب بضيوفنا الأعزاء نخلل السوديو ست النائب عمر الدرويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أيضا خلونا نرحب بدكتور رشدي عبدالزاهر أستاذ الإدارة العامة والمحلية منورينا داخل السوديو إحنا حطينا نقطة وهي يمكن كان دكتور رشدي بيقول يا جماعة طيب نحاول أنه يسر على الناس فنقصت عليهم الرسوم اللي وضحت وإحنا نؤكد عليها هي رسم يدفع مرة واحدة وبس هل هذا الرسم معوق ما والله يشوف أنا أنا مش شايف أنه ده معوق يعني خليني أقولك حاجة بس هو دعم مسألة الأنشطة اللي من النوعية دي سواء كانت بالألف جنيه أو المئة ألف جنيه إحنا بنتكلم على يعني اقتصاد متوسط ما هواش يعني بملايين مش بنتكلم على أهل بالملايين يعني أو كده فمسألة التقسيط إحنا برضو بنتكلم أن الليحة يعني حيبدأ تطبيقها ده موجود في القانون والله لو الأثر التطبيق الخاص بي اتهاد التشريع احتاج إلى أي تعديل ما اعتقدش لا البرلمان ولا الحكومة حيمنعوا أن يبقى في مزيد من التسهيلات لو لقينا أن الأوضاع محتاجة هذه التسهيلات بس أنا في الحقيقة يعني عايز أقول حاجة بس عشان برصدوا المشاهد يعني الدولة والمجالس النيابية حدفها المصطلح الصالح العام والنهارده أنت كمواطن يعني أما تدفع الألف جنيه مرة واحدة تدفع الرقم مرة واحدة أنت خلاص رفعت من على كتفك أعباء أو أنك شيء الهم حاجة معينة لأن التقسيط حتظل دايما فيه تحت قاعدة البند اللي أنت بتقصط عليه وأنت مش عارف قدامه ممكن الأوضاع تبقى عاملة إزاي يحصل أي تغيير يحصل أي تعديل تبقى أنت انتهيت ورخصتك معاك وأمورك منتهية وأمورك القانونية سليمة ووضعك مستقر تشتغل وربنا يرزقك وربنا يكرمك بعيد عن مسألة يعني إحنا ممكن نتكلم في مسألة التقسيط لو إحنا بنتكلم على مبالغ تفوق القدرة الخاصة بمسألة التقسيط يعني عدي مثلا حاجة فتردلت وقلت المئة ألف جنيه مكان مميز في حتة مميزة يعني صاحب هذه القدرة على إنه ياخد هذا المكان بمئة ألف لما أجا أقول له قصت يعني حتنقسم إلى شرائح يعني أنا قصت للألف لأنه قد يكون بيبدأ يعني نشاط صغير خالص لكن الحديث مثلا عن صاحب المئة ألف أو ما إلا ذلك وبين أنا مش عايز أركز بس في مسألة المئة ألف عشان ما الناس ما تقولش إيه تعرف طبعا الناس اللي بتتصير يقول لك المئة ألف إحنا الحد الأدنى ألف جنيه بالزبط كده والحد الأقصى مئة ألف جنيه وبينهما شرائح متعددة حسب المكان المستهدف إحنا عندنا نمازج لشباب دخلوا في مشروعات وفتحوا مجالات لكسب الرزق وبيدفعوا مسعداء والأمور ماشية كويس إحنا علشان بس الأمور ما تاخدش منها زي الجزئية حديث طويل جدا فيبدأ تصوق على إنه الحق ده بيقولوا مئة ألف جنيه ويبدأوا يرعبوا الناس ويقول لك إيه ما تروحش وبتاع يا جماعة هذا القانون قانون في صالح المواطن في المقام الأول مش الغرض منه إن إحنا إن الحكومة أو الدولة تجيب منك فلوس بقدر من إنك تقنن وضع الوضع ده ما فيش دولة في العالم بتتحرك بالشكل العشواء اللي إحنا شايفينه تقنين الأوضاع ده ضمانة للمواطن ضمانة للعامل ضمانة للدول أقل شيء إن هي بقى لها تأمينات ولها معاشات ولها التزامات على صاحب العمل ده الهدف الرئيسي إحنا بس عشان الناس تبقى فهمة برضو يبقى أنا النهاردة الشاب اللي بقى شغال ديليفري في محل أو شغال واقف بيبيع في محل لا له تأمين ولا له أي شيء يضمن له حقوقه لا ده حيخش في هذا القطار لإنه خلاص أنت بتقنن وضع المحل الغير مرخص بترخصه يبقى العامل جهو ده لازم عامل قانون طبع ده المستهدفات إحنا بتحط المستهدفات ما بتحطش في المقام الأول والله إحنا هناخد إيه من المواطنين المسألة مش كده في هذا القطار صح المسألة متعلقة بمسألة ضبط الحال والوضع واحد هيجي يقول إيه ما أنا مستقر والدنيا ماشية وأنا بكسب ولو حصل لك أي شيء لا قدر الله في أي وقت من الأوقات ليس لك أي حقوق أنت مش مسجل في أي شيء يعني المحل بتاعك ده لا قدر الله حصل له أي مشكلة بقى أنت بتبقى الحالة متبقى مرخص على الأقل بيبقى فيه اشتراطات سلامة وأمانة سلامة وأمان يبقى أنت تقدر أنك أنت يبقى عندك تعويض عندك حد يساعدك يعني الأمور القانونية تفتح لك مجالات كتير أفضل بكتير من مسألة أنك تفضل شغال بهذا الشكل الغير قانوني هتخرج أنت حكت قلت حاجة مهمة جدنا في مسألة الورقيات لما إحنا قلصنا عشان مسألة الفساد يعني أنا أقدر أجزم أن النشاط غير القانوني يتكلف على صاحبه مبالغ أكثر من النشاط القانوني في مسألة الفساد ليه؟ هيجيله حد من هنا وحد من هنا وخلص أمورك وظبط حالك إحنا عايزين نقضي على هذه القاعدة صحيح هناخد وقت إحنا بنبدأ الخطوات صحيح محتاجة مجهود محتاجة تغيير ثقافة ثقافة مجتمع ووعي مجتمع لكن لازم نبدأ البداية في حد ذاتها مكسب أنك أنت تقنن هذا الوضع لصالح المواطن في المقام الأول وبعد كده صالح الدولة لأنه بطبيعة الحال ما ينفعش نبقى عايشين في دولة اقتصاد موازي أكثر أكبر من الاقتصاد الرسمي اللي موجود لا يوجد دولة في العالم بتتحرك بالشكل ده لا دولة متقدمة ولا دولة من دول العالم التالت ولا أي حد الدول كلها بتمشي في إطار قانوني إحنا عشان تركت هذه المسائل يعني خلال نبقى واضحين يعني تركت لسنين طويلة جدا فأصبحت القاعدة الشازة هي العامة لا إحنا محتاجين نعيد ضبط هذه القاعدة القاعدة التي يجب أن تسود هي قاعدة القانون وأن إحنا تبقى أمورنا كلها في إطار قانوني القواعد بقى الخاصة أن أنا أطلع من ده مش هيكون على صاحب العمل أو المشروع أو المواطن إلا أمور أسوأ بكتير زي ما نتكلم في التصالح يا التصالح إحنا بنقن نوضع اللي مش عايز التصالح يتحمل بعد ذلك تبعيات القارات اللي هتخدها الدولة طبعا ما يجيش يقول بعدين يا ريتني كنت إيه مددت لك الفرصة نفس الفكرة أنت النهار ده واخد فرصة الفرصة دي أنا بقولنا فرصة لأن فيها تسهيلات وتيسيرات كبيرة جدا ترسل قانون في بدايته لا تعلم قطاعتي التشريعات بعد كده أكثر حدة وأكثر إيه ضبطا للأمور لما الأمور بتستقر خلاص بقعت ضمية أكبر قدر ممكن من الاقتصاد الغير موازي للاقتصاد الرسمي نبدأ بقى نشوف إيه الناس اللي هي مش مستوعبة فلسفة أني أنت تشتغل بشكل خطة طيب دكتور رجدي تعليق طبعا أنا بس أعقد من كلام عامر بيه فكرة أن الدولة لما حبت تدخل النشاط الموازي ده في الاقتصاد طبعا هو الدولة معانية بالأساس بالفرض صح والمجتمع لازم يؤهل لاستعاب هذه المعلومة أنا كان بس كان يجب من 2019 لدلوقتي يدور حوار مجتمعي حوالين هذا القانون عشان نبدأ نغير في ثقافة الناس إحنا النهاردة بنطبق في ألفين كام في نهاية ألفين اتنين وعشين يعني في ثلاث سنين لو الثلاث سنين ديون عملت ندوات بالكفاية حالة زي بتاعتنا دي كانت قابل كده بشوية حاجات كتير أقوكات ممكن تتعمل نقدر نأثر في قرارات الناس المعنية بتطبيق هذا القانون لأن إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا وعندنا عرس قديم إن الناس زي ما عمري بي قال خلاص بقيت الشاز هو القاعدة والقاعدة هو الشاز طيب أنا النهاردة أنا عاوز أنا أنا بس عاوز ألفت النظر عمري بي بيقول إن في قرارات أو قوانين ممكن تتبقى أكثر غلظة من هذا أنا عاوز ألفت النظر عمري بي محددتك سيدي عارفين يعني إن في عقوبة في القانون ده برضو آه ما أنا فيه من عشرين لخمسين ألف لو عدت السنة الأولى المدى تلاتين المدى من عشرين لخمسين ألف لو عدت السنة الأولى صحيح ومعملت التخيص طيب دخلنا في السنة التانية هتوضاعها في العقوبة وهتخش في حبس في حبس من سات الشهور لسنة ده بقول سات النائم بيشير إن فيه قوانين عتيجي أغلص أنا بقول في ده كمان فيه عقوبات بعد السنة الأولى من عشرين لخمسين ألف عمال ببصة هو على رسم بتاع الترخيص المحال العامة بالشرائح بتاعتها أماكن مميزة المدن والأحياء عواصم عواصم المدن الصبرى النقوة والكورة المبالغ مش على النشاط الجدر كبير على فكرة المبالغ مش على النشاط مش على النشاط طوله موحد هو المكان تمييز المكان وحتى من 1 ل 15 متر من 16 إلى 30 ما فيه شراح إليخ من 91 لأكتر الجدر المحقت شوى جدر كبير هو الجدول أنا مش حتى مش شايفه مواقع أنا شايف أن الجدول مفصل تميها ماشي ماشي في الإتاح يعني محدش فينا في الإتاح في الإتاح في الإتاح أعمل إيه تاني أنا بس عايز أقول حاجة صغيرة أنا ما بتحدثش عن تغليز القوانين أنا بتكلم أن القانون يكون أكثر انضباطة لما بنبدأ القانون في البدايات أنا يهمني أن أكبر شريحة ممكنة تكون متقدمة في هذا القانون وبيعمل تسهيلات طبعا اللي حيمتنع عن الدخول في هذه المنظومة هو يجب أن يعي أنه قد يأتي في المستقبل القريب أو البعيد ضوابط أكثر يعني يقول يا ريتني كنت تقدمت في ظل القانون الحالي صح في ظل اللايحة اللي موجودة دلوقتي احنا متفق أنا حقول لبردو السيادة أنا متفق مع حضرتك أن برضو اللايحة اتأخرت أن القانون من 2019 وكان أجدى به أنه يكون أسرع من كده شوية لكن خيالة نقول برضو مش حاول تجارب احنا لسه إرهاصات الماضي لسه الدولة بتعني منها طبعا وده مش معناه أن احنا بنقول كل حاجة يعني كويسة لا بالعكس احنا عشان نعرف احنا رايحين فين لازم نبقى عارفين كويس احنا بنتحرك كنا قبل كده عاملين ايه ودلوقتي احنا بنعمل احنا بنتحرك لقدام وما فيش أنا أقول تحقيق ما فيش مانع لو التطبيق أو الأثر التطبيقي لهذا المشروع لهذا القانون يعني نتحدث ان احنا بحاجة لتعديل تشريعي ما فيش مانع نعدل لصالح المواطن والدولة احنا نقول ان الوضع الحالي في هذا القانون افضل كثيرا من قانون سنة 1956 انا بدعي البدع المواطنين اللي عايزين يشتغلوا في هذه الانشطة ان هما يسرعوا بالتقديم الى المراكز المختصة ان هما يقننوا اوضحهم ده افضل ليكم بكتير افضل للعمالة اللي شغالة معاكم افضل لانفسكم وحياتكم انتم التطبيق حيبين لنا اذا كان فيه اوجه محتاجة الى تعديل ولا وان شاء الله نتمنى ان الامور بالنسبة لهذه الانشطة اللي معظمها يعني حيبقوا شباب وناس عايزة تتحرك صحيح وتكسب عيشها يعني تكسب رزقها بعرق جبنة وان شاء الله ربنا وفق جبنة يفتح مجالات كمان ان هو يقدر يخش في المناقصات عامة يقدر يقدر اي جمع حلاص باقي ما انت عندك ورق قدر الله حصل حاجة اي عامل اوليك هقدر ساعتها اروح لشوكة التأمين اقول لا بيلي حقي ولكن انا قبل كده هيجي يقول لي هو انت مين هتفتح ده بيفكرني يعني منك مع فوارق بناس زمان كانت ناس انتروح تشتري حتة الارض ومعنين نروح مسقعها يا عمي ابني يا عمي خلاص بس اتقل هب هب فجأة لقى عنده قانون اشترطة البناء الجديدة هلا باس اغني ظلمو انا عايز اشكركم جدا 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 على جودكم على النهار ده سنة الدائم عمر الدرويش نورتنا شكرا جدا دكتور رشدي عبدالزار نورتنا وشرفتنا كل الشكر لحضراتكم احنا معلش بتعنين واخنو لكن بإذن الله تتعدد اللقاءات لانه اعتقد هذا القانون بقدر ما هو هام ومفيد جدا بقدر ما يحتاج المزيد من الشروح صحيح فانا اشكركم جدا ولجا در محلية نعرف لحضراتكم بيتين يعني تقريبا شدو حيلكو يا جماعة وكده احنا اصبح فيها عندنا حاجات جديدة هتتدارس في الجامعة دكتور شدو حيلكو برد شكرا جدا لحضراتكم على حسن المتابعة خلصة الحلقة لحد كده لكن الكلام عمره ما يخلص بكرا ان شاء الله لو كلنا العمر يكون موجودين معاكم في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات